اشتركوا في القناة هذه انت تتابعه دائما الاوضاع غير سارة استاذ العزيز وشيء مؤلم ما يحدث في فريق الام ويجب علينا التحرك عاجلا لانقاذ هذا الفريق الحبيب على كلوب جميع المتشجئين والفرق العربي في هذه البلد نعم انت من خلال متابعتك حتى للفرق العربي وأنا أعلم انت من قوائل الذين يدعمون الرياضة العربية وين المشكلة المشكلة اولا في التواجد الجماهيري اطالب مدينة الناصرة وأهالي مدينة الناصرة الانضمام الى الفريق والدعم المادي وارسل هذه الرسالة لجميع أهالي الناصرة والمكتدرين بصراحة تامة المكتدرين مادياً ان يدعموا هذا الفريق مدينة مدينة مئة ألف لابد ان يتواجد مئة عضو مكتدرين مادياً ان يدعموا الفريق وان شاء الله فريق الأخاء سينهض الى طبيعته ومكانه الطبيعي كما ادعو ليس وليد سندياني مشجع فريق الأخاء وانما هاي الرسالة اواجهها الى جميع المشجعين العرب والادارات ورجال الاعمال في هذه الدولة العرب ان يدعموا فرقهم لكي لا نتوجه الى الهاوية بالرياضة طوال سؤال اخير لك استاذ وليد سندياني ليش لهذه الدرجة مهم انه يكون في عنا فرق عربي في الدرجات العليا مدن عربية كبرى مدينة الناصري مئة الف اشفى عمر كبيرة الطيبة مدينة عربية كبيرة ام الفحم كبر كاسم لماذا لا لماذا ونحن ندعم هذا منوض فقط بالمشجعين ورجال الاعمال اذا رجال الاعمال يدعمون الفرق منشوف باذن الله على الاكل فريقين في الدرجة العليا مثلا سخنين 12 سنة او اكتر 14 سنة في الدرجة العليا ومتننا بشرف واعتزاز ونعتز بهذا الفريق وبجمهور هذا الفريق واتأمل من جميع الفرق العربي والمشجعين العرب في اسرائيل ان يتكيدوا بهذا الفريق الحبيب وايضا ام الفحم واللي مكتدر يساعدنا ويساعد الفرق العربي كي لا تنحرف ابناؤنا الى شيء اسمه المخدرات والعنف العنف دواء العنف سيدي بلال سيدي بلال العنف دواءه فقط الرياضة 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 الله يعطيك العافية استاذ وليد سندياني رئيس رابطة المشجعين العرب ربنا يعطيك الصحة ودائما يكتبع الرياضة العربية وانت من اوائل المشجعين العرب لكل الفرق العربي مش بس بلال فريق اخاء الناصرة شكرا جزيلا لك شكرا 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 لكم استاذ بلال شكرا جزيلا شكرا لكم الى اخوة المشاهدين والاخوات المشاهدات تريدون متابعة هذا البرنامج برنامج هذا اليوم وكل برامج تلفزيون هلا التي تشاهدون على مدار الساعة حملوا الان تطبيق قناة هلا على هواتفكم من خلال دكان جوجل بلاي وابستور لتشاهدوا في اي مكان وزمان برنامج هذا اليوم وكافة برامج قناة هلا على الهواء مباشرة الى هنا ننهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية ببث انحاء مباشر اطيب الامنيات واجمل التحيات انطاقم العمل المحرر رئيسي لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر برانسي المشرف على اخراج هذا البرنامج ساري جابر مدير التسويق في القناة سامي جابر اعزائي عزيزاتي كان معكم بلال شلاط نلتقي بأمان الله مدير التسويق اشتركوا في القناة